مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم معقد المجلس الرئاسي اجتماع لمناقشة التطورات في حضر موت التي تشهد توترا منذ أكثر من شهر على خلفية التصعيد الذي يقوده حلف القبائل والانقسام بين المكونات على تمثيل المحافظة في التسوية السياسية قالت وكالة السبع الحكومية أن المجلس ناقش التطورات في حضر موت والجهود المبذولة لتلبية المطالب المشروعة لأبنائها وأكد تفاهمه الكامل للحقوق المطلبية دون مزيد من التفاصيل مصادر مطلعة قالت أن الاجتماع الذي أجل أكثر من مرة فشل في التوصل والاتفاق على معالجات للأزمة جراء الخلافات بين أعضاء المجلس المنتمين للانتقال من جهة ورئيس مجلس القيادة والأعضاء الآخرين من جهة أخرى عسكريا قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تواصل عملياتها ضد الحوثيين لتعطيل قدراتهم العسكرية متهمة إيران بالاستمرار في دعم الجماعة وأوضحت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي أن واشنطن تأخذ تهديدات الحوثيين على محمل الجد وأشارت إلى أن عملية حارس الرخاء في البحر الأحمر هي رد على بعض أنشطة الحوثيين في مهاجمة السفون التجارية يواصل مسلحون قبليون قطع الطريق الدولي في أبيان لليوم الثالث على التوالي ردا على تجاهل مطالبهم بالكشف عن مصير المقدم علي عشار الجعدني المخفي قسرا منذ اقتطافه في عدم قبل ثلاثة أشهر على يد قيادات وجنود في قوة الانتقال مصادر قبلية قالت أن قبيلة الجعدن أوقفت حركة الشاحنات ونقلات الوقود في مديرية أحور واحتجزت عشرات الشاحنات مع سماح بمرور المسافرين فقط في الطريق الرابطي بين عدن وحضر موت وأشارت إلى أن المسلحين يرجعون الخطوة إلى فشل جميع المحاولات في الكشف عن مصير الجعدني لافتة إلى أن اللجنة الأمنية منعت أبناء المحافظة من التظاهر واستخدمت القوة ضدهم في الشأن التعليمي حذرت منظمة اليونسيف الأممية من تداعيات استمرار أربعة ملايين ونصف المليون طفل يمني خارج المدارس مجددة رفضها الاتهامات الحوثية بالتواطئ في تدمير التعليم بالبلاد وأوضح ممثل المنظمة باليمن بيتر هوكنس في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة أن وجود هذا العدد من الأطفال خارج المدارس يعد قنبلة موقوتة لافتا إلى أنه في غضون خمس إلى عشر سنوات ربما يكون الجيل القادم أميا وأشار إلى أن اليونسيف قامت بإعادة تأهيل 1116 مدرسة فضلا عن تحفيز 38 ألف معلم ومعلمة للعودة إلى المدارس والتدريس في الشان الإنساني أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوحة نحو 16 ألف شخص باليمن يمثلون أكثر من 2600 أسرة منذ مطلع يناير الماضي حتى منتصف الشهر الجاري أوضحت مصفوفة تتبع النزوح في تقرير لها أنها رصدت في الأسبوع فقط تعرض 86 أسرة تتألف من أكثر من 500 فرد للنزوح مرة واحدة على الأقل وأشرت إلى أن حالة النزوح الجديدة سجلت بين وداخل محافظات لحج مارب تعز الحديدة والمحويد نهاية المجاز إلى اللقاء